اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديلا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يتئي الله ورسوله فكلف هذا فوذا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إباد الله إن هذه الأيام المبارك أيام عيد للمسلمين ندب فيها الشر إلى التواصل والتراهم والتكاتف إظهارا لجمال الإسلام وعينانا لعزمته وتجسيدا لمبدأ الأخوة الإسلامية يقول الله أزوجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله على أن لكم ترحمون وإن هذا الظرف لمن أنسب الظروف لإبراد هذا التلاقم الإسلامي مطلوب المطلوب عن طريق مشاركة المسلمين بعضهم لبعض مشاركة الأخ لأخيه يعيش معه المشاكلة الخاصة إن كان لديه مشاكل يواسيه يرفعه من دائرة أذنه الضيقة إلى دائرة الفرع العام يوسع عليه في معاشه ويتصدق عليه إن كان ممن يحتاج إلى ذلك ألا وإن من أهم الأمور التي ينبغي أن تلتفت انتباهنا في هذه الأيام مسألة الأطف والصدقة على إخوالنا الفقراء لندخل عليهم السرورة ونشركهم في الأفراه والمفرات وإن لذلك لعجرا عظيما في الدنيا والآخرة نعم عباد الله إن السدقة تبارك المال وتذكيه وترفع من قيمة الأرض وتحميه ألا فليبشر المتصدقون ألا فليسعد المنفكون بخير الدارين والعوذ من رب العالمين قال تعالى منز الذي يقرد الله قردا حسنا فيذاعفه له عقافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون عباد الله إن الابتسامة على وجوء الفقراء هي صناعة الأتكياء وميزة الأنكياء الذين يفرغون بالصدقة إن بذلها أكثر من فرحة الفقير إن أخذها فلله ما أجمل حياة المتصدقين وما أحلى ذكرهم في العالمين يقول تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أيها المسلمون إن الصدقة معلم بارض من معالم التكامل في العش معي في شريعة الإسلامية حيث يقدمها الغني إلى الفقير من غير منة ولا فقر قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى يقدمها طيبة بها نفسه فتصد قلة الفقير وتصون ماء وجهه عن السؤال وتشعره بالأمان في المجتمع فيحص بأنه غير متروك ولا ضادع فإن الشراء يدمن له حقا في مال الأغنياء قال الله تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وإنها لصورة رائعة في تكافل يدعو إليها الإسلام ويجسدها حيث لا يسأل مرء المسلم ولديه ما يتصدق به أن يشاهد أخاه الفقير مؤتاجا فلا يساعده إن للصدقة إباد الله أبوابا واسعة وطرقا كثيرة فلا يتصور أحدكم أن الصدقة هي أن تخرج دينارا أو تخرج نيرا من جيبك وتضعه في يد فقير أو مسكين فقط نعم هذا من الصدقة ولكن مفهوم الصدقة في الإسلام أوسأ من هذا أرأيتم لو أن رجلا لا يملك حتى هذه النيرة ليتصدق بها أفيحرم أجر الصدقة إذا لم يكن عندك ما تتصدق به على الآخرين فكف شرك عنهم فهذا صدقة منك على نفسك إباد الله ومن أحمع البادات في هذه الأيام المباركة أيام العيد جهاد النفس في عمل الصالح دلاوة الكرآن السلاة في الجماعة بر الوالدين سنة الرحيم إحسان إلى الفقير إسلاء بين الناس إكرام الديث إنفاق في سبيل الله إيادة المريض سلامة الصدر وغير ذلك من الأمور الطاعات ومن هذه عباد الله الآمان السالحة في هذه الأيام التكبير والتهميد والتهليل ذبر كل فلاة مكتوبة في أيام التشريف قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما حداكم وقال عيدا واذكروا الله في أيام المعلومات عباد الله ومن مجانات الصدقة أينا ما يناله أهل المزارع والهدائق ودهوها لو اهتسبوا الأجر إن الله فإن الطير لو وقع على هذه الأشجار وأكل منها حسبت له إن الله صدقة كما جاء في سعيء البخاري من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزق أحد إلا كان له صدقة وفي رواية فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم الكيامة وفي رواية لا يغرس المسلم غردا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمان والمؤمنين والمبنان الأهياء منهم والأموال إنك سبيع قريب مجيء الدعوات اللهم عظ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر اللهم آداءك آداء الدين اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم اتهى لنا بركة السماء والأرض اللهم حفظنا وحفظ أولادنا وذريتنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم علماءنا وولاة أمورنا يا رب العالمين واجعل الجنة مصوانا يا رب العالمين اللهم تكبل منا اللهم تكبل منا اللهم تكبل منا إنك أنت السمي العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومساعدة والرأفة والرحمة من الناس إلى الفقراء كيبكاتنا صدقات صورة أكام ودنسكي وطر مبكاته كما ونشيني كبر غباء أنا تجموسوا فانكي محسو البركة وضع حسنة και يوم عذاب اقرشه لبعنا يوم التشريف 10 عامة ليلة عند رأنا تفادي سنوكاري سيدكوي عبو ونحن يرجي يوم التشريف إنكتاشة أساد نقاط قفرة اكرف أكبر انتقال كيش يوز عند تكمبته ربنا نيامة وصدقاء فلضع ورأنا فلضع أقر أمتاد رأنا تفادي تخيرون أيام الدنيا سنوكاري مفيفي ترانا نقود الله يتي سنة وغوة غز الحجة نقرانا تفادي سمغار سيا يامو تشري وانديرا حالة نيawa نلوكة نكاية نكاليا ندان باكة نشي سيبو دكا سامو كودة نداري كسامو كوجيبي كوجاتر واندكا ناكا وكيبو كاتر نرموان تاما باين الله نسيكي تكموان إرن حالي نتيمة كاموس حدوبر نسيكي تrauenم p uyوووووا وأنا صدقاء توضعية نظري cache نظري نقدر حقواني وانديرا نحاعد على نموان ما أصطفل نحاعد على نالوثhui من يتعمى أنها تُنتِي إليك، فاولا لها تُتباه يَجْعَيَا إِذَا صَرَ بُترَدَهُا، إِذَا صَرَ مِنِي ثَعَا وَنُهَا يعتبر أنهم أَن لِحَمْ مِنَ أَن دِوَيْا غلقًا فيه أَلوحٍ ذنب الشباب الذي أدريه الذي أسألニهك وقد أعطى سَعيد بك يجب أن يفتح لون أشهر نبيه بالحسن كما كنا نبيه 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 كما كان التلاحيان وقد شردوا وتشعروا الأطاف اما من فاتح سيكون تعالى ومن أعدك ومن أعدك ومن أبدا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر